اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين جدل كبير في تونس بعد اعلان شركة الاتصالات العامة عزمها الاستحواذ على شركة جي او الملطية ثقة المستهلكين البريطانيين تهوي بشكل حاد عقب استفتاء الخروج من الاتحاد الاوروبي وفي النشرة ايضا فكر بغيرك مبادرة شبابية تعنى بمساعدة الفئات المحتاجة من اهالي قطاع غزة اهلا بكم جدل كبير في الاوساط التونسية اثره اعلان شركة اتصالات تونس عزمها على شراء اسهم شركة جي او الملطية للاتصالات ولسيما في ظل ما تشهد الشركتان من صعوبات حيث تكبدت خسائر بمليون الدولارات عماد اشتار صفقة مشوبة بالمخاطر تقدم عليها حسب المراقبين شركة اتصالات تونس التي اعلنت عزمها اقتناء شركة جوي الاتصالات الملطية التي تمر بصعوبات مالية بقرض يناهز 350 مليون دولار وبنسبة فائدة في حدود 6% في الوقت الذي تعاني فيه اتصالات تونس من خسائر تقدر ب40 مليون دولار كيف يمكن لشركة اليوم تسجل خسائر ان تستثمر في شراء مؤسسات في قطاع الاتصالات ومؤسسات اجنبية اوروبية اليوم شركة اتصالات مالتا بنفسها شركة الاماراتية الاتصالات هي مساهمة في شركة اتصالات ماطرة ومساهمة في شركة اتصالات تونس بنسبة 35% وبالتالي هناك شبهة تضارب مصالح شبهات لتضارب المصالح تتجه فيها اصابع الاتهام الى الشريك الاماراتي وشكوك في جدوى اقتناء اسهم شركة تمر بصعوبات في سوق محدودة ومنافسة جديدة وضع دفع بالمعارضة الى طلب الاستماع الى تبريرات ودوافع رئيس اتصالات تونس في دراسة جدوى المشروع فيما طالب حزب الطيار الديمقراطي من رئاسة الحكومة ابطال الصفقة العملية بيش يتم بقرض قرض بيش يتم معتها الشرية متاع الاسهم يذومة القرضة بيش يتم بالعملة الصعبة اندرا تونس اليوم وشركاتنا العومية عندهم هوا مش تحركوا عندهم قدرة بيش يتسلفوا وبيش يشريوا بالعملة الصعبة وبيش يدفعوا ويرجعوا بنسبة فايدة وشوفوا دينار التونسي كيفاش قاعد يتيح وقاعد ينزلق اشكالية الضيق السوق التي تعاني منها اتصالة تونس قد تعينها مالطة في فتح افق جديدة خاصة على المستوى الاوروبي ولما لا مع الدول الافريقية حيث كانت لها تجارب عديدة في دول الافريقية وخاصة مع الجارة ليبيا قد تساعد الصفقة شركة اتصالة تونس في توسيع اسواقها ومجال نشاطها خارج الحدود غير ان مسؤوليتها مضاعفة في حال الفشل حيث اعلنت الحكومة التونسية انها لن تكون ضامنة لاعادة القرض في حال العجز عن السدد بين محذر من حجم المخاطرة ومحدودية الجدوى ومؤيد للصفقة وما يمكن ان يكون لها من مردودية اقتصادية على المدى المتوسط والبعيد تنقسم اراء المراقبين بشأن خطوة قد تساهم في انعاش شركة اتصالة تونس مثل ما قد تعمق ازمتها عيمة شتارة تونس الميادين وقعت شركة السعودية للكهرباء اتفاق تمويل بقيمة مليار ونصف مليار دولار مع بنك الصين للصناعة والتجارة الشركة اعلنت ان امد التمويل يبلغ خمسة سنوات وسيستخدم لتمويل جزء من مشاريعها الرئيس مالية وانها حصلت عليه من دون تقديم اي ضمانات قالت وكالة موديز للتصنيف الايتماني ان السيولة المالية لدى شركات منطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا تحميها من تداعيات احداث كانفصال بريطانيا الوكالة قالت ان السيولة تبلغ نحو الف مليار يورو وعلى الرغم من الهبوط المستمر في اسعار السلع الاولية فالسيولة لتزال قوية لدى الشركات غير المالية في منطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا اعرب الرئيس الامريكي باراك اوباما عن مخاوفه من عكسات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على النمو العالمي في المدى البعيد في المقابل ابدى ثقته في النظام المالي العالمي الذي نجح في استعاب الصدمة اعتقد ان هناك مخاوف مشروعة تفكل النمو العالمي على المدى الطويل في حال تمت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في المدى المنظور وانتج ذلك تجميدا للفرص الاستثمارية في المملكة المتحدة وكل اوروبا في وقت تشهد فيه اصلا معدلات النمو العالمية انخفاضا وهذا لا يساعد على حسن سير الاقتصاد حذر المستشار الالماني لاسبق هلموت كول من قيام الاتحاد الاوروبي بتحرك متسرع ردا على الاستفتاء البريطاني داعيا الى البحث عن طريق متعقل في التعامل مع الخطوة البريطانية وفي تصريح لصحيفة بلد الالمانية دعا كول الى التقاط الانفاس وقال ان على اوروبا العودة خطوة الى الوراء ثم التقدم ببطء خطوطين للامام بسرعة متناسبة مع قدرة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي واشدد المستشار الالماني الاسبق على ضرورة مراعاة الخصوصيات الوطنية والاقليمية وخصوصيات الهوية لكل دولة في الاتحاد بريطانيا ترجو البتة في بناء مدرج جديد بمطار هيترو في لندن وذلك لحين انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم وتدرس حكومة كاميرون منذ اربع سنوات اين تبني المدرج الجديد وكان هيترو هو المرشح الاوفر حظا امام منافسه مطار جاتويك ومن المقرر ان يستقيل كاميرون بحلول شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل ما يفتح باب المنافسة على قيادة الحزب هو الثقة المستهلكين لبريطانيين بشكل حاد خلال الايام الماضية والتي عقبت قرار البلاد الخروج من الاتحاد الاوروبي وهذا هو المؤشر الاول على تأثير النتيجة الصادمة للاستفتاء على الاسر مؤشر يوغوف سي اي بي ار الذي يقيس المعنويات الاقتصادية للمساهلكين على الاساس يومي هبط الى ادى مستوى منذ شهر ايار مايو عام 2013 حين كان الاقتصاد البريطاني في طور الخروج من الطباط عقب الازمة المالية العالمية فيما يتعلق باقتصادنا سوف نشهد طباط انف الربع الثالث من العام الجاري وقد مرى ايضا نموا سلبيا في المنطقة كل ذلك بسبب تأثير حالة عدم اليقين مسبقا تم تعديل القرارات التجارية وبالفعل علقت قرارات التوظيف بسبب نتائج الاستفتاء الاسبوع الماضي والانعكاسات الاقتصادية ترتبط بالتوقعات التي سنحصل عليها سواء اكان ذلك خروجا سريعا بدون شوائب او فترة طويلة من المفاوضات او ما اذا كان هناك نوع من التسوية التي من المحتمل ان تكون افضل بالنسبة للاقتصاد وقع رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفداف امر خصص فيه 12 مليون ونصف المليون دولار لمكافحة البطالة في 17 منطقة في البلاد وستوفر هذه الاموال اكثر من 25 الف و800 وظيفة تطاول بمعظمها المهددين بالاقالة حديثا بسبب تعثر العديد من الشركات اعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي الفيرا نابيولينا ان العودة الى اسعار النفط المرتفعة غير واردة وان التوقعات الايجابية للسلطات الروسية يجب ان تعتمد ليس على سعر النفط بل على الاصلحات الهيكلية نابيولينا دعت الى التأقلم مع ظروف اسعار منخفضة للنفط والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعوامل اخرى وتأثرت المالية العامة الروسية كما النمو الاقتصادي بتدهور اسعار النفط خلال العامين الاخيرين ستنخفض صادرات النفط الايراني في شهر تموز يوليو عن مستويات حزيران يونيو بالرغم من ان الصادرات على اساس سنوي لا تزال اعلى بنسبة 70% الصادرات ستصل الى نحو مليونين و140 الف برميل كل يوم في تموز يوليو انخفاضا من نحو مليونين و300 الف برميل كل يوم في حزيران يونيو وهو اعلى مستوى سجلته منذ بداية عام 2012 ويرجع الانخفاض الى عدة اسباب ابرزها تقلص صادرات المكثفات حيث خفضت كوريا الجنوبية مشترياتها من الخام الخفيف فائق الجودة اعلنت رابطة صناعة النفط والغاز في النرويج ان شركات النفط والاتحادات العمال في البلاد بدأت محادثات تستمر ليومين لتحاشي اضراب قد يخفض انتاج البلاد 229 الف برميل من المكافئ النفطي واشارت الرابطة الى ان الخفض الاولي يعادل نحو 12% من انتاج البلاد وقد يؤدي تصعيد محتمل الى مزيد من التخفضات واضافت الرابطة ان انتاج النفط والغاز في خمسة حقول بحرية سيتوقف بداية الشهر المقبل في حال عدم التوصل الى تسوية مئة دولة تتجه للانضمام الى الجهود العالمية لمحاربة تهرب الشركات من الضرائب في ظل تزايد المخاوف من تنامي حجم عمليات التهرب من سداد الالتزامات الضربية وذلك بعد الكشف عن ممارسات هذه الشركات من خلال وثائق بانما وزراء مالية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعلنوا انهم يعملون للوصول الى نظام ضريبي دولي اكثر شفافية وعدالة ويبحث المشاركون في اجتماع المنظمة في مدينة كيوتو اليابانية سبل التعاون العالمي لعلاج تهرب الشركات سواء بطرق قانونية او غير قانونية الظروف الاقتصادية القصية التي يعيشها قطاع غزة كانت حافزا لمجموعة من الشباب تجاه تشكيل مبادرة تعنى بمساعدة الفئات المحتاجة فكر بغيرك كانت احدى هذه المبادرات التي نجحت في ترك بصمتها على العمل الانساني هي البسمة ترتسم على شفاه الايتام والفقراء على حد سواء جهود شبابية نجحت في تأسيس مبادرة فكر بغيرك تهدف الى مساعدة المحتاجين في قطاع غزة مساعدة لا تقف عند الاشكال المادية بل تمتد حتى الى نشر الفرح والبهجة حمل تفكر بغيرك بجهد ذاتي يعني الشباب بتحاول تطلع فكرة جديدة مثلا افطار الايتام انه نجمع من بعض نجمع من الاصدقاء نجمع من عارف نعمل من المفطار من بداية شهر رمضان استمرت في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة من سلات غزائية وصحور وافطار اربعة اعوام مضت على تأسيس هذه المبادرة نجح الشبان القائمون عليها وبجهود ذاتية في مساعدة مئات العائلات المحتاجة وانتشال كثير منها من براثن الفقر في وقت يعيش الغزيون ظروفا هي الاصعب عليهم احنا اشتغلنا على اساس التعامل مع الفقراء بناء على انه انه نعلمهم كيف يصطادوا سمكة وليس انهم يأكل السمكة مرة واحدة فقمنا بعدة مشاريع اغاثية بتمول هذه الاسرة يعني الانساء يعني الرب الاسرة بناء نفسه اول باول من خلال هذا المشروع وتؤدي العوامل الاقتصادية الصعبة دورا كبيرا في نشاط مثل هذه المبادرات حيث يسعى الشبان الى تحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع رغم ضعف الامكانات وقلة ذات اليد سعيا الى جعل حياة الناس هنا افضل مما هي عليه المبادرات الشبابية لتقديم المساعدات الاجتماعية هي خير استغلال لطاقات الشباب ونشاطهما على امل ان تمثل مبادرة فكر بغيرك نموذجا يحتذى وان تسهم في تخفيف المعاناة عن الفقراء احمد شلدان غزة الميادين ختام الاقتصادية شكرا لحسن متابعتكم الى اللقاء اشتركوا في القناة